وسط الطبيعة الخلابة في منطقة أشتفينة في محافظة عجلون تقوم سيدات عجلونيات بإنتاج الصابون باستخدام زيت الزيتون والأعشاب الطبيعية ويساهم المشروع في تنمية المجتمع المحلي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسيدات العاملات في المشروع حالياً بنشتغل 25 نوع من الصابون كل طبعاً كل نوع صابون له فائدة ومميزاته الخاصة صابونة الرمان بتفيد لها الأكزيم والأحمراء للجسم صابونة العطرة للجسم الجاف صابونة الغار للجسم العادي كمان صابونة السادة للجسم الحساس مع لها إضافات كمان عندنا مقشر للبشرة عندنا ماسكات للبشرة ومكونات الصابون له زيت زيتون وحشاب طبية وبنسبة قليلة من السوداء وتلقى منتجات المحميات الطبيعية إقبالاً من قبل الزوار الذين يتسوقون من الدكان الطبيعية في المحمية التي تجذب أعداداً كبيرة من السياح طبيعة الدكان هي بتضم المنتجات المشاريع الاقتصادية الاجتماعية التابعة للجمعية الملكية في المحميات المنتشرة في الأردن هي عبارة عن منتجات اقتصادية اجتماعية الهدف منها تشغيل الأيد العاملة وتنمية المجتمع المحلي ويعتبر بيت الصابون إحدى المشاريع الاقتصادية الاجتماعية التي تقيمها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة للحفاظ على التنوع الحيوي وتكامله مع التنمية الاقتصادية الاجتماعية يستطعنا أن نقلق فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي من خلال خدمات الإقامة والمبيت في أكواخ المحمية وأيضاً من خلال خدمات الطعام والشراب في مطاعم المحمية وفي الأكاديمية وهناك أيضاً شبكة من المرات السياحية التي يرتادها السواح ويتنقل من داخل المحمية إلى القرى لزيارة المناطق والتعرف عليها وتناول وجبات ريفية في هذه القرى وتشكل محمية غابات عجلون مقصداً للسياحة المحلية والعربية والعالمية بأهميتها البيئية وتوفر الخدمات لزوارها أحمد القريوتي التلفزيون الأردني